واليوم الظرف العراقي وصعود الدولار وعدم وجود عمل داخل الشارع العراقي والبطالة والأيد العاطلة عن العمل هاي شون راح يقدر يعيش هذا تجايس سوون زين ما قعدتوا ما فكرتوا أم أنتم بعيدين عن الواقع يعني أنت قاعد بقصر وفلا وخدم وحشم أو تجيني ساعة ساعة شييني ما تشعر بيه مثل ماذاك اليوم إحدى النائبات تقول أنا ماهم نسعر الصرف في لقاء تلفزيوني طبعا ماهم مش أنتين أنت ما تشعرين بيه قلت لو تحسين باللي يحس المواطن يروح يقعدوا الصبح ما عنده ما يصدروا ما عايشة ألفين دينار الصبح يحتاج لأقل مواطن ألفين دينار يفطر بيهن إذا ما لقاهن هذا شون راح يفطر طبعا ما تحسين وما تشعرين وماهم مش سعر الصرف وكنت يعني مندهش مندهش مندهاش كبير من ربك سيدة جبوريال ما حدث بالمواطن الفقير اللي بالفعل ياخذ فلوسه بحلالة الحكومات المتعاقبة اليوم دخلنا نتكلم من ألفين وثلاثة إلى حد الآن يعني مشاريع وهمية تركوات أيضا قرارات ترقيعية اليوم المشاريع اللي ده صير أيضا بالنجف باعتقادك السرقات مستمرة ويوميا ومحافظة أنه بحجة المشاريع والاستثمارات السرق عيني عينك ده صير نعم سيدة العزيزة هاي الحكومة جاءت محملة بتركة ثقيلة جدا ما تقدر ماكو عصة سحرية لديها حتى تحل المشاكل والأزمات إنه بزاد الطين بل ارتفاع سعر الصرف مع استلام الحكومة زيان هذا المواطن هو متأمل خير بحيث يتأمل يرجع الدولار للمية وعشرين اتفاجأ وصل الدولار للمية وسبعة وستين طيب شلون راح يكمل مسيرة حياته هذا إذا هو يحصل له يومية خمسة عشرين ألف بالطلعان الروح يطلع الصبح لو يحصل لو ما يحصل لو يسهل لو ما يسهل شلون راح يقدر يواجه هاي الأزمات ومدارس أهلية ومستشفيات أهلية ومشاكل اليومية ومعاناة إذا صار عنده مريض وشلون يسدد أجور الطلاب اللي عنده خمسة ستة يعني هاي ما حد يفكر بها انتم جئتم صحيح انتم جئتم وجدتم تركة ثقيلة لكن يا سيدي يا رئيس الوزراء الحلول تكمن من خلالكم من عدكم باستطاعتكم يسلطرون على السوق خل البلد يكون منتج احنا ليش يصعد عندنا سعر صرف الدولار تدين ليه سيدة العزيزة لأن نحن بلد غير منتج نحن لسنا منتجين بحيث اذا صارت مشكلة بالدول الجوار نتأثر احنا ما عدنا كل استيراد نتأثر المستوعد راح يصعد علينا ديش الدولة دولارها صعد صعد عدنا هسا مثلا مشكلة بأوكانيا وروسيا صعد الدولار عدنا لان احنا بلد مستوعد كل اللي عدنا استيراد مو منتجين حتى نعتمد على انفسنا ودولارنا نبقى نحافظ عليه الآن صعود الدولار بسبب ان ايران صارت عدها مشاكل بالعملة مالتها محتاجة دولار كل ما ينضغط عليها يزود الضغط علينا احنا مستوعدين من عدهم احنا نجيب من عدهم اكثر بضاعتنا من عدهم تركيا كذلك بالنتيجة اي مشكلة اقليمية دولية انعكس علينا وكأنما احنا ضالين فقط نتفرج على ما يحدث بالعالم خوفا من ان تدهوغ لو بعدنا فألم تدهوغ سيد الجمهور المواطن